اهلا بكم. ورج العقرب في قناتي. رح تشوف توقعاتك العاطفين. طبعا طاقات القراءة مفتوحة يعني القراءة ممكن تنطبق عليك في اكثر من اسبوعين. الاسبوعين الى يعني ممكن شهر. يختلف من شخص الى اخر. وايضا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في رسالة بالفيديو او بالقراءة ممكن تستفيد منها. فخد الاشي الايجابي من القراءة او الاشي اللي محسه وينطبق عليك. اترك الاشي اه التانية لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر. اوكي. رح نشوف اه بيئة القراءة رح نشوف طاقتك. طاقتك الحالية. هو طاقة الحبيب او الشريكة الحالية. وايضا شو سبب المشاكل او شو سبب الخلافات اللي اه هم تواجهوها حاليا. وهي الخلافات اللي هم تواجهوها حاليا. وايضا خطواتك وخطوات الحبيب في المستقبل. وشو ممكن يصير بينك وبين هالشخص في المستقبل. طيب نبلش اول اشي بيطاقتك انت يا برج العقرب. همشوف برج العقرب بالفترة الحالية او الفترة البسيطة القادمة. في عندك مشروع او فكرة كريتب او فيها نوع من الابداع. بدك تشتغل عليها. لانه في عندك مواهب ممكن تكون مخفية او ممكن تكون انت على علم فيها ولكن في عندك شكوك ممكن لانه انت ما تكون كفاية او رمشوفك عم تخبي الموهبة اللي عندك. ولكن رح تكتشف انه اذا اطلقتها لانه هالك ففي عندك اشياء انت ممكن تقدمها للمجتمع او تقدمها لأي شخص اخر. في عندك قوة انك انك تستخدم الموهبة اللي عندك حتى تكون ذات فائدة للاشخاص الاخرى. او للمجتمع. او حتى اذا كانت الى شخص واحد في حياتك. ولكن الفكرة هون انه اا ما تخبي بعض الموهبة اللي ممكن تكون عندك تختلف من شخص الى اخر ممكن تكون كاتب ممكن تكون مغني ممكن تكون يعني اي اشي اي موهبة عندك بدك تشتغل اا عليها وما تخاف انك تعرضها على اشخاص معينة. لانه عم نشوفي بعض منكم هم يخبي اا نوع. هم يخبي اشي. هم يخبي مشاعرك ممكن. اا من ناحية الحب هم شوفك ايضا متكتم او كتوم تجاه الشخص الاخر. هم شوفك مستني الى خبر او تواصل من هالشخص. ومرات مرات الطابع السيء او الجانب السيء او الجانب المدلم ممكن يغلب على اتخاذك للقرارة. او يغلب على استنتاجاتك. لانه عندك عندك the devil card home. عندك five of swords. يعني انه مبين الميزان عندك غير متوازن. مرات تحكم على الامور من منظور سلبي شوية. وممكن هالاشي تخليك تقوم بقرارات قاسية او بقرارات تفرض فيها قوتك على اشخاص او او على شخص معين. عم شوفك ايضا مستني الى خبر معين من شخص او ممكن تكون مستني الى فرصة مادية. او مستني رسالة معينة من شخص معين. بالنسبة لطاقة الحبيب حاليا او طاقة الشريك حاليا. هم شوف في عندكم تشابه. لانه هالكرت هو نفس هالكرت. ففي عندكم تشابه بالطاقات من ناحية انه انت وهو هالشخص بتحسوا بحسوا كأنك تغربت عن هالشخص. او كأنه ما في عندك قوة او ما في عندك ارادة حتى تغير الوضع اللي عم بيصير بينك وبين الشخص. عم شوف حبيبك هي عنده طاقة مشابهة للك من هالناحية. وعم عم يدعي عم شوفه عم يدعي كتير عم يطلب لمساعدة الهية او مساعدة ربانية من اجل انه يشوفوا الامور بطريقة صحيحة لانه هالشخص مشوش حاليا. مشوش حاليا عم يحس انه هو مربط او عم يحس انه هو مقيد. ممكن يكون مقيد من ناحية انه في عنده اشي بتو يحكيها للك ولكن عم يحس انه في اشي دائما يوقف في طريق هالشخص. ايضا عم شوفه عم يمر بتغيرات كتير سريعة هالشخص. او تقلبات نزاجية ممكن او حتى تقلبات في احداث حياته حاليا لانه في عنده تغيرات مستدينة وتغيرات سريعة. ممكن هالشخص ايضا عنده نية او بده الوضع بينك وبين هالشخص بده ايا يتغير. ممكن يكون هو بحاجة او عم يطلب الى نوع من اه التغيير. بالنسبة للمشاكل او بعض المشاكل اللي ممكن تكونها متواجهكم حاليا بالتواصل بينك وبين هالشخص او بالكونيكشن. امشوف امشوف في طرف. في طرف منكم. في عنده طرف اخر او شخص اخر بحياته. في التأكيد. لانه اوراق التوضيح هم تبين لي انه انت او هو هم تتعامل معه عدة اشخاص او هم تتعامل معه مع شخص اخر. وايضا ايه نوع اه همشوف الطرف الثالث في العلاقة هاي. مش كتير اه عنده فكرة عن الشخص الاخر. بمعنى انه اذا حبيبك هو اللي عنده طرف ثالث انت والطرف الثالث ما بتعرفوا بعض. او ما في بينكم اي تواصل. شخص غريب. والعكس صحيح اذا انت اللي عندك الطرف الثالث شخص اللي عم تتعامل معه والطرف الثالث ما بيعرفوا بعض او ماكي عندهم فكرة عن بعض. لانه هالشخص عم شوف انه في ولكن الطرف اللي عم تتعامل معه بيعرف انه في عندك طرف اخر. هو كي يكون مش عم يعرف انه هالشخص مين هو ولكن يعرف انك تتعامل مع شخص اخر. وعم شوف انه في غيرة كتير كبيرة بالتواصل بينكم. لانه في طرف منكم كتير او كتير متحدث نبق او او في بينكم كتير غزل. ولكن الطبيعة هاي او الاشروب هاي في طرف منكم بيستخدمهم مع هالشخص اللي بالعلاقة ومع الاشخاص الاخرى اللي. هنشوف ايضا في طرف يخبي مشاعره لانه عني يحس انه ما في عنده القدرة او الشجاعة انه اي اي يعترف او. سوري حبايبي اصحب برج العقرب اي اي الكاميرا قطعت بنا نكمل. الشخص فيه طرف في هالعلاقة في عنده صعوبة بالتعبير عنده شاعره تجاه الشخص الاخر. ومعنى انه ازا فيه طرف بيحس انه فيه شخص اخر. همشوف فيه سرية بالموضوع. ما همشوف فيه مسارحة بالموضوع. همشوف ايضا فيه طرف ففيه طرف منكم او ممكن اتحسوا انكم عالقين فيه مفترق طريق او فيه عندكم اكتر من اختيار او لاتكم تختاروا منه. هم تحسوا انه العلاقة بينكم مع بعض. هم ينحط فيها مجهود ولكن مش هم يعود بالنتيجة المطلوبة. المنتيجة اللي بتقوميها. طيب نشوف توقعاتك في او خطوات في المستقبل. اه. برج العقرب عم شوفك بالمستقبل رح اه رح تمور بتقلبات او تغيرات او رح تمتهي من من علاقات قديمة او منطاقات قديمة عم شوفك عم تسكر ابواب قديمة من اجل انك تفتح ابواب جديدة في طريقك فيه عندك اه. في عندك علاقة جديدة رح يتكون فيها او في عندك فرصة جديدة العلاقة جديدة. وعم شوف انه انت من الناحية العاطفية رح تكون منفتح لالها كتير. مشوفك اه اه. بنتمضي او عم تروح فيه فيه شخص. فيه شخص معين بدك تروح لاله عم شوف. بدك تتوجه لاله. ومن الناحية العاطفية بتحس بمشاعر قوية تجاه الشخص. ولكن فيه نوع منسترية بالموضوع. او الطرق اللي رح تقدم فيها لهالشخص رح يكون فيها نوع منسترية رح يكون طرق غير مباشرة. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم يحس انه مضلوم عم يحس انه مضلوم عم يحس انه يفاعي او بيحتاج انه يدافع من حاله هالشخص. عم يحس انه مهاجم من قبلك او من قبل هالعلاقة. عم يحس انه انضلوم ايضا بيهالعلاقة. عم يشوف ايضا من الناحية العاطفية بان مستقبل هالشخص عم يسرح بهالعلاقة او عم يفكر فيك كتير هون. عم يفكر بهالعلاقة كتير ايضا. ولكن لسبب ما هالشخص عالق في افكاره الداخلية ومخاوفه الداخلية. اللي صعب عليك انه انت تعالجها مع هالشخص. يعني اغلب المخاوف اللي عم يمر فيها بسبب مخاوف داخلية هالشخص. فبالمستقبل ممكن يكون هالشخص معك منغلق او دفاعي باسلوبه او دائما بيحس انه بيحتاج انه يدافع عن حاله. بيها العلاقة. بالنسبة للطاقة بينكم المشتركة في المستقبل. همشوف فيه تكميلة بينكم من نوع ما. ممكن الشخص اللي عم تحاول معه بيكون علاقتكم علاقة كارنيكية او علاقة بتحتاج انه انت تتعلم منها دروس وايضا شخص اخر يتخلم منها دروس. لانو عم شوف تكميلة معينة. وعنده دويب وعندها تون سايكل. ففي تكميلة معينة رح تصير بينك وبين هالشخص. او ممكن رح يتسكر وفصل. من اجل بتيبدأ وفصل الجديد. او ممكن بعض منكم رح يسكر وفصل مع هالشخص بالمرة. لانه فيه طرف هون. بالمستقبل رح ينحط بموقف او بمطرح انه لابد من انه يختار بين شخصين او بين طرفين. لانه فيه طرف بالتأكيد في علاقتكم عنده شخص اخر. وهذا هو اللي عم يسبب فراغ بينك وبين هالشخص. بعد او فجوة بينك وبين هالشخص. عم تشوفوا لكن عم تركزوا انت هم تبحثوا على الشفاء الداخلي. وايضا هم تبحثوا على علاقة تكون متكاملة. مش فقط عاطفية ولكن تكون عملية او تكون عقلانية او تكون منطقية. مش فقط مشاعر. عم شوف اغلبيتكم هون. عم يبحث عن اشي ثابت. ومستدين اشي مستقر. مش عم يبحث عن فقط يعني علاقة تكون من اللحية العقلية فقط. ولكن عم نشوف اغلبيتكم بده اشي من موس. لابن نشوف الرسائل اللي ممكن هالشخص بده يحكيها لالاك ولكن. في عمد السغورة انه يحكيها لالاك. طيب نشوف هالشخص شو بده يحكيه لالاك. اول رسالة هالشخص يحكيها لالاك. فهالشخص عالق بامات او بتصرفات قديمة بحياته. بيحل الامور بطريقة معينة. فما بيعرف غير يحب الامور بها الطريقة. ممكن ايضا اذا انت عم تتعامل مع شخص بطبيعة الحال حوله اشخاص كتير او بيحب يكون حول اشخاص كتير او بيحب يكون حول اشخاص كتير فللبعض منكم هالشخص ممكن يكون مش من الاشخاص اللي هم لعبيين او بحولوا اشخاص اخرى او بيحب انه يكون حول اشخاص اخرى ولكن ممكن هاي كرتين مع بعض ممكن انه اسلوبه وتصرفه معك في العلاقة هو يعني اللي بيحبه. يعني عم شوفه في عنده صعوبة بانه يكون مرن اتجاه هالعلاقة او متفاهم اكثر. I'm watching you in real life or social media. فهالشخص اذا في بينكم social media مشتركة عم يراقبط فيها او حتى بالحياة الطبيلية او الحياة العملية هالشخص ايضا عم يراقبط عن ثابق اخبارك. You need to get rid of yourself jealousy and insecurity. فهالشخص بيحس انه انه انت بتغار كتير في علاقتكم وبيحكيلك انه بدو ياك تتخلص من مخاوفك الداخلية. او الغيرة ايضا اللي ممكن بتحس فيك. You're not seeing me clearly. فهالشخص بيحكيلك انت مش عم تشوفه بوضوح. مش عم تشوفه بوضوح. فاذا خطينا الرسائل مع بعض حتى نفهم الصورة التامل بيشو هالشخص انت يحكيلك. رح نشوف انه في بعض التصرفات انه هالشخص عم يكون فيها ما بتعجبك وبيتشكتك بانه حلو اشخاص اخرى او شخص نعبي. الخير التاني بيحكيلك انه هو مش لعبي. ولكن مخاوفك الداخلية والغيرة اللي انت عم تحس فيها عم تخليك تشوفه بهالمنظور. لانه عندك you are not seeing me clearly. انت مش عم تشوف الوضع على حقيقته. هو متل ما هو بالفعل عليك. وايضا هالشخص لبعض منكم لسه عم يراقبك على السوشال ميديا. فاذا انت عم تراقبه. هالشخص ايضا هو عم يراقبك. بدنا نشوف اخر قوت للنصيحة اللي ممكن تستفيد منك عليها التواصل مع الشخص. طيب. في رضا عاطفين البعض منكم رح يتحقق في الفترة القادمة. لانه في عندك ورقة الرضا النفس. ففي عندكم في المستقبل اشي من الناحية العاطفية. رح يعبي الفراغ اللي ممكن عم تحس فيه حاليا في حياتك. اذا في اشي رح ينتهي بحياتك في المستقبل. عم نشوف انه هو رح يولد لك النجاح ورح تحس في انه انت اتحررت من اشي معين. تحررت من طاقة معينة. وفي للبعض منكم رح ينفتح باب جديد وكرسى جديدة. ولكن بدك بدك تستمتع او بدك تشكر انه انه الاشي اللي تركتها بالماضي ما فيها اي خسارة. وبالاخر انت مش خسران. فقط انت يعني رح تكسب اكتر واكتر من مستقبل. ايضا في عندك فاذا البعض منكم عم يحاول انه نلاقي اي تعريف من اي شخص او اي نجاح باي علاقة مع اي شخص عمشوف انه اذا انت بدك شخص ايضا ينتبه عليك او على تصرفاتك عمشوف انه هل كانت تحكي لك الخطط اللي بتشتغل عليها او الاشي اللي كنت بتشتغل عليها بالماضي او حاليا رح تعود عليك بنتيجة ايجابية. فقط عليك انه انت تفتح قلبك وتعبر عن مشاعرك بصدق. مع الاشخاص اللي خواليك والاشخاص اللي اه بتوفق فيهم. وخليك ايضا منفتح الى اشياء فرص غير متوقعة. اشخاص غير متوقعين. يعني لا تحصر حالك في اه بوكس او مخطط معين. حبايبي برج العقرب اهو اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تخطي لايك وفومنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله رحكم.